الحمد لله على أن بيّن للمستهدين معالم مراده، ونصب لجحاف للمستفتحين أعلام أمداده، فأنزل القرآن قانوناً عاماً معصوماً، وأعجز بعجائبه فظهرت يوماً فيوماً، وجعله مصدقاً لما بين يديه ومهيمنا، وما فرط فيه من شيء يعض مسيئاً ويعض محسناً، حتى عرفه المنصفون من مؤمن وجاحد، وشهد له الراغب والمحتار والحاسد، فكان الحال بتصديقه أنطق من اللسان، وبرهان العقل فيه أبصر من شاهد العيان، وأبرز آياته في الآفاق، فتبين للمؤمنين أنه الحق، كما أنزله على أفضل رسول فبشر بأن لهم قدم صدق، فبه أصبح الرسول الأمي سيد الحكماء المربين، وبه شرح صدره إذ قال إنك على الحق المبين، فلم يزل كتابه مشعاً نيراً، محفوظاً من لدن أن يترك فيكون مبدلاً ومغيراً، ثم قيد لتبيينه أصحابه الأشداء الرحماء، وأبان أسراره من بعدهم في الأمة من العلماء، فصلاة الله وسلامه على رسوله وآله الطاهرين، وعلى أصحابه نجوم الاقتداء للسائرين والماخرين. أما بعد، قبل أن أشرع في قراءة فقرة أخرى من هذا الكتاب القيم، سألني أحد الإخوة عن كلمة الماخرين التي أذكر في افتتاح كل تسجيل، وهي كلمة مصدرها المخر، والمخر هو صوت السفن تشق الماء، مخر يمخر ويمخر مخراً ومخوراً، فهو ماخر، مخرت السفينة أي جرت في البحر بدفع الماء، جرت تشق الماء مندفعة مع إحداث صوت، فيقول الشيخ طهر بن عشور في آخر هذا الافتتاح للسائرين والماخرين، السائرين على الأرض والماخرين في أغواص البحار، بعد هذه اللفتة الخفيفة نرجع إلى قراءة فقرة اليوم، وقد اخترت لكم اليوم فقرة جديدة تناسب هذا الشهر العظيم، شهر الربيع الأول، مولد النبي العظيم، فالفقرة بعنوان أحمد صلى الله عليه وسلم، يقول جاء في عمدة الحفاد للسامين الحلبي أن لفظ الاسم مشتق من السمو، وهذا قول البصريين، وقيلاً من الوسم وهو قول الكوفيين، وعليه فالأصل في الاسم أنه رفعة وعلامة، وتستخدم الأسماء لتمييز الذوات عن غيرها، ويغلب أن تشير الأسماء إلى صفات، ومن هنا يميل الناس إلى اختيار الأسماء ذات الدلالات الإيجابية، وهم يأملون أن يكون للمرء من اسمه نصيب، المستقرئ للقرآن الكريم يجد أن الاسم يدل على صفة، وأسماء الله تعالى تدل على صفاته عز وجل، وعليه يكون المعنى في قوله تعالى، هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم له مثيلاً في صفاته، وقد أخطأ من ظن أن أسماء الله مجرد أعلام، فقال إن معنى هل تعلم له سميا؟ أي هل تجد من تسمى باسمه، وهذا غير مقبول، لأن هناك من تسمى برحمن ورحيم وكريم إلى آخره، جاء في صورة الرعد، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُغْرَكَا أَقُلْ سَمُّوهُمْ يقول السمين الحلبي في عمدة الحفاظ، ليس المعنى أظهروا أساميها فقولوا اللات والعز وهبل ونحو ذلك، وإنما المعنى أظهروا حقيقة ما يدعون فيها من الإلهية، وإنكم تجدون حقيقة ذلك فيها، ويقول في قوله تعالى تبارك اسم ربك، أي يتزايد خيره وإنعامه، والمعنى أن البركة والنعمة الفائدة في صفاته، جاء في صورة الصف، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّ أَتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ أي أن صفاته عليه السلام تستجلب الحمد في أقوى صوره، وأجلها وأفضلها، فهو إذن يحمد أكثر من غيره، لأن صفاته تجعله يحمد من الناس أكثر، أما محمد فدال على كترة حمد الحامدين إياه، وعليه فإذا قصدن بالإسم الصفة الذاتية التي تدفع الناس إلى حمده عليه السلام، فهو أحمد، أما إذا نظرن إلى ردة فعل الناس عندما يصفونه عليه السلام بما يليق بصفاته، فإنه يكون عندها محمداً، فهو عليه السلام أحمد في ذاته، ومحمد ومحمود من قبل الناس، ونقول بعبارة أخرى، المقدمات الموجودة في ذاته عليه السلام يلخصها اسم أحمد، أما النتيجة الموجودة خارج الذات فيعبر عنها اسم محمد، لقد اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام بأنه الصادق الأمين، وكانت هذه الشهرة نتيجة لما لمسته قريش من صدقه وأمانته عليه السلام، أما اليوم وبعد أكثر من ألف وأربعمة سنة، فإننا نجد أن الشخصية التي تمتدح أكثر، وذلك لما يتجل فيها من صفات حميدة، هي شخصية الرسول عليه السلام، فهو أحمد من غيره من البشر على مدى التاريخ البشري، وإلى يومنا هذا، فتبشير عيسى عليه السلام كان برسول يأتي من بعده، صفته أنه أحمد من غيره، بعد كل ما ذكرناه، نخلص إلى نتيجة أنه لا بدلنا من إعادة النظر في التعامل مع الأسماء، فهل يجوز لنا أن نعتبرها مجرد أعلام تخلو من المعاني والأسرار، وعلى وجه الخصوص عندما تكون التسميات ربانية المصدر، انظر قوله تعالى، اسمه المسيح عيسى بن مريم، ثم انظر قوله تعالى، إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا، وانظر قوله تعالى، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، عقوب عليه السلام هو أيضا في القرآن الكريم إسرائيل، كما أن يونس عليه السلام هو أيضا ذنون، وإدريس عليه السلام فيما يرجحه بعض المفسرين هو إلياس، ومحمد عليه السلام هو أحمد، هذه الأسماء وغيرها هي كنوز وأسرار، ونحن نهدف بمثل هذا الكلام إلى لفت الانتباه إليها، لتصبح في ذائرة اهتمام الدارسين، لأننا وجدنا أن الكثير من أسرار هذه الأسماء تتجلى عند التحقق والمتابعة، ولا بأس بالرجوع إلى اللغات السامية، بعيدا عن علماء التوراة والكتاب المقدس، الذين يطوعون اللغة لتوافق تصورات كتبة أسفار العهد القديم، حتى عندما يجمح بهم خيال الأسطورة، وهنا تنتهي الفقر المعنون بأحمد، وقبل أن ننهي هذه الحلقة القصيرة، أود أن أذكر أن بسام جرار في مقدمة هذا الكتاب أشار لمنهجيته، وقد كتب مقالات في أسرار الأسماء في القرآن وأهمية تدبرها، ومن هناك فقد وقف وقفات مع أسماء عدة ذكرت في القرآن، منها عيسى ويحيى وأحمد، وفي تفسيره هذا في هذا الكتاب يقول الشيخ بسام جرار، إن هذه السلسلة تهدف إلى تقديم منهجية في تدبر النص القرآني، وتقدم أمتل متعددة ومتعنوعة، نأمل أن تفتح آفاقا لمن يتدبر كتاب الله الحكيم، وهي تستهدف بالدرجة الأولى الذين يجدون مصرتهم في الفكرة، وتستهويهم المنهجية، وتستفزهم الجدة، وتشدهم الأصالة، هي سياحة الفكر فيما استشكل بعيدا عن الجدل، تستنطق ملابسات الاستشكال، وتتوسل بالعربية المصطفات، وتستمد من وصل الرسول عليه السلام، ثم هي أولا وأخيرا تستلهم اللفظ القرآن في سياقها المبين، هي محاولات لإعادة النظر في تفسير بعض الآيات الكريمة، لعلمنا أن ما جاء فيها من تفسير لم يشفي الغليل، ولعلنا نثير الدافعي لدى المسلم المستنير أن يكون حلقة في مسيرة المفسرين الكرام، التي لا تتوقف حتى يأدن الله تعالى ببلوغ خلافة الإنسان في الأرض مداها. نكتفي بهذا المقدار في هذه الحلقة، وأترككم مع هذا المديح النبوي في هذه المناسبة، وإلى حلقة مقبلة، حيث نستكمل قراءتنا من كتاب سياحة الفكر مقالات في التفسير. ابقوا معنا واستمتعوا بهذا المديح الجميل. من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك من شر الله السماء فزينت، وتدوعت مس كلبك الغضراء، يوم يدير على السماء، صباح ومساقه، بمحمد، بمحمد، والضاء أم الجمال، فأهت شمس سماء، وملاحة السديني أيام، الله صل على محمد يا ربي، صل عليه وسل، ولو لك ينزل المجهود، ما طابع عيشي، ولا ولا وجود، ولا تعلم في صلاة، ولا رقوع، ولا سجود، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون، عدد خلقك ورضاء نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا للمشاهدة